وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هنأ فيها جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة وذلك في افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وخلال التهنئة أشار الرئيس السيسي إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة للتذكير بقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاجتهاد وحب الأوطان الذين هم أساس الخدمة العامة مشيرا إلى أن العمل بجد واكتهاد قيمة عظمتها الأديان السماوية ومجدتها الطبائع الإنسانية أما حب الأوطان فهو شرف لا يحمله إلا المخلصون الذين هم أعمدت بلدهم كما أضاف الرئيس السيسي أنه بعد مرور ثماني سنوات على وضع خطة الإصلاح الإداري ما زالت تسعى الدولة بأن يسهم الجهاز الإداري في مسيرة التنمية والتقدم لبلدنا بالشكل الذي يليق بنا وبقيمنا وحضراتنا وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو المؤذن بدخول الجهاز الإداري للدولة في مرحلة جديدة تؤسس للجمهورية الجديدة التي نريدها جميعا وهي جمهورية تسودها قيم العدالة والحوكمة وتكافؤ الفرص وعمدها بناء الإنسان المصري القادر على القيام بدوره الحضري والتنويري إقليميا ودوليا هذا وثمن الرئيس السيسي الجهود العظيمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجددا دعوته لأبناء مصر الأوفياء باستكمال مسيرة الأجداد وبذل المزيد من السعي والجهد للحفاظ على ما تحقق من تنمية واستكمال مسيرة البناء والإصلاح شكرا